أعلن سيف الإسلام القذافي ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة في ليبيا جاء ذلك على لسان أيمن بوراس المكلف بالبرنامج السياسي والإصلاحي لسيف الإسلام القذافي في للمؤتمر صحفي عقده في العاصمة التونسية وقال بوراس أن سيف الإسلام القذافي من خلال ترشح الانتخابات الرئاسية المقبلة لا يطمح إلى السلطة بمفهومه التقليدي بل لإنقاذ البلاد على حد تعبيره